معارك عنيفة تدور رحها في مدينة جزنا وسط أفغانستان بين قوات الأمن الأفغانية وحركة طالبان حيث هاجمت الحركة مقرات للشرطة وسيطروا عليها وأحرقوا مكاتب حكومية وشهدوا وهم يتجولون داخل المدينة فيما تقول كابل أن المدينة تحت سيطرتها الكاملة رئيس أركان الجيش الأفغاني محمد شريف يفتالي قال أن المواقع الاستراتيجية والمراكز الحكومية تحت سيطرة القوات الأفغانية وأن مقاتلي طالبان يختبئون في المنازل والقتال العنيف مستمر لطردهم بعيدا عن حدود المدينة مستبعدا سقوط المدينة بيدهم إلا أن مسؤولين محلين ونواب البرلمان عن مدينة جزنا أفادوا بأن طالبان سيطرت على أغلب أنحاء المدينة وأن القوات الأفغانية في وضع دفاعي حسب ما نقلت عنهم وكالة رويترز من جهته قال المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان الكولونيل مارتين أودونيل في بيان أن الدفاع الوطني الأفغاني وقوات الأمن ما زالت متمسكة بمواقعها وتحكم السيطرة على جميع المراكز الحكومية مضيفا بأن القوات الأمريكية نفذت أربع ضربات ضد الحركة يوم الأحد الهجوم على مدينة جزنا الاستراتيجية الواقعة على الطريق السريع الرابطي بين العاصمة وجنوب البلاد شكل حرجا للقوات الحكومية التي تقاتل بدعم من طائرات أمريكية لكن وكالات الأنباء قالت أن تفاصيل الاشتباكات لم تتضح بعد بسبب تدمير أغلب أبراج الاتصالات أثناء القتال إلا أن مصادر إعلام أفغانية ذكرت أن أكثر من تسعين من أفراد قوات الأمن وثلاثة عشر مدنيا قتلوا وأصيب أكثر من مئة وقالت أن طالبان تكبدت كذلك خسائر كبيرة في الأرواح هذا ويرى مراقبون أن الهجوم على جزنا زاد من حالة عدم اليقين المتعلقة بمستقبل محادثات السلام مع طالبان حيث يفترض أن الحكومة تدرس وقفا لإطلاق النار في عطلة عيد الأضحى وسط أنباء عن محادثات بين الحركة والقوات الأمريكية بشأن إنهاء الحرب المستمرة منذ سبعة عشر عاما في البلاد